أركان الصلاة 14 الأول القيام مع القدرة فلابد في الفريضة من القيام يسقط القيام عن المريض العاجز عن القيام بالكلية لا يستطيع أن يقوم أو يستطيع أن يقوم لكن يأتيه ألم شديد ولا يخشع في صلاته فهذا يصلي جالسه كما تصلي الجولة لذلك يصلي جالسه و هو صحيح معافة لكن يأخذ نصف أجر القاية كما تصلي الفرق يدعوننا ثم قراءة الفاتحة لا بد أن تقرأ الفاتحة في الفريضة وفي النافلة وفي السرية وفي الكرة لا تسقط الفاتحة إلا إذا أدرك الإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام ويركع وتسقط عنه الفاتحة بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم الركوع ثم السجود على الأضاء السبعة والرفع من السجود والجلسة بين السجدتين والترتيب بين الأركان والطمأنين في كرك يعني لا يسرع في الصلاة ينقر الصلاة نقر والتشهد الأخير والجلسة بين النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة الإبراهيمية والتسليمتان والله أعلم idar النبي عليه الصلاة والتي تنظرتها خاني الجميع اشتركوا في القناة